اهلا بحضراتكم من جديد ده يمكن كل ما كان في مقالي ومقاله عن هذا اللغاريتم العجيب جدا اللي المهندس عادلي قال انه برغم شدة وضوحه يبدو شديد الغموط لكن هي طبيعة هذه المرحلة عشان كده هناك كلام كثير من نفس النوعية في الغربال للتحرش وجوه كثيرة خدوا بالكم انتخابات الاهلي عندما تحظى بإشادة القاصي والداني يا باشموندس وقدر أقول القاصي نجم تونسي كبير بحجم زوبير باية يكتب مغردا شأن الكثير من النجوم من العرب والمراقبين والمتابعين الحياة اللي ما يحدث في النادي الاهلي كتب زوبير باية الأهل المصري مر إلى مرحلة متقدمة جدا على كل الأندية العربية كهيكلة وتنظيم ومؤسسة ألف مبروك كابتن محمود الخطيب وقائمته دي نوعية من الإشادات العربية للنجوم عرب كبار زوبير باية لعيم كبير جدا جدا وكان في وقت ما أيوه أحد المرشحين بقوة يلعب في النادي الاهلي فوتت لما فوتت ما وصلتش المرحلة إلى دي كان متروحه وبقوة طيب القاسي في كل النجوم والمحللين والنجوم العرب شاهدوا أو تابعوا هذه المعركة الانتخابية وأشهدوا بالاهلي ونموذجه أو ونموذجه الداني بقى لما ألاقي هنا في الداخل ومش هنتكلم على ناس أهلوية الطبيعي جدا أنه كل أهلاوي هيكتب بروحه هيكتب بمشاعره هيكتب بحبه هيكتب بإعجابه هيكتب بانتماؤه لكن لما لاقنوا القادر يضيين كبار غير أهلوية أبرزهم الأستاذ محمود معروف أستاذ محمود معروف تاني يوم للانتخابات كتب في الجمهورية يا ريت الأندية كلها تتعلم من الأهلي وكتب النهاردة في عموده الشهير تيليك سئلة بيقول للنادي الأهلي انتخابات مجلس الإدارة الأخيرة نموذج للنزاهة وهي درس لكل الأندية والاتحادات الرياضية وبيقول لككبت المحمود الخطيب مبروك نجاحك وقائمتك للمرة الثانية في انتخابات الأهلي أراك تسير على خطى المرحوم صالح سليم وبيمزح الأستاذ محمود معروف مع الأستاذ العمري فاروق وبيقول له إذا لم يعتمد نجاحك بالتسكية نائبة لرئيس الأهلي ولا يهمك اترشح في انتخابات الزمالك في يناير القادم لكنه بيسني على أصغر المرشحين في قائمة الأهلي مية عاطف وبيكتب لها مبروك نجاحك يا أصغر عضو مجلس إدارة في تاريخ الأهلي المرة الجاية على منصب نائب الرئيس بدون تردد دي خفة ظل الأستاذ محمود معروف لكنها شابهت أيضا ما كتبه في الأخبار الناقد الرياضي الكبير للأستاذ عثمان سالم نعم للاستقرار والإنجازات وأشد الأستاذ عثمان سالم وهو شأن الأستاذ محمود معروف ما هوش أهلاوي نعم للاستقرار الذي يعني البطولات والإنجازات قالتها أو قالها أعضاء الجماعية العمومية للنادي الأهلي يوم الجمعة بحضور حوالي 23 ألف عضو جاءوا بالحافلات وبطريقتهم الخاصة وبيقول الأهلي دخل عصرا جديدا مع الدورة الأولى لبيب وفي مجال الاستثمار الرياضي بإنشاء ثلاث شركات عملاقة ويستعرض إنجازات المجلس السابق ويستشرف ما هو قادم طيب برغم هذا الأجاب والإطراء والثناء من القاسي والداني يحدث ما حدث عشان يأكد القاعدة الفلسفية للمهندس عدلي مشاها النهاردة في مية الحلقة كل ما هو شديد الوضوح تراه شديد الغموض ويمكن ده اللي استفز الكاتب الصحفي المتميز الأستاذ عصام السباعي رئيس سحرير مجلة آخر ساعة وهي أميرة المجلات وأقدم المجلات في المنطقة العربية كتب الأستاذ عصام السباعي غلاف آخر ساعة كان صورة الكابت المحمود الخطيب وعنوان تحرش قانوني بالأهلي والكلام للأستاذ عصام السباعي في مقالة الحقيقة مقالة مهمة جدا المقالة الرئيسية في العدد عن المؤشرات غير الرقمية للملحمة المصرية ويتحدث فيها عن الإنجازات الاقتصادية والأرقام الهائلة جدا التي يشهدها الاقتصاد المصري ومعدلات النمو فيه بالإنجازات الكبيرة التي يحدثها أداء الرئيس عفتاح السيسي والحكومة المصرية في شتى المجالات لكن على الجانب من هذه المقالة الاقتصادية المهمة ككاتب اقتصادي يعرج عصام السباعي على الشأن الرياضي فيقول لماذا يتم التحرش بالنادي الأهلي كيف يمكن تفسير لقاحة النادي الأهلي ذلك التفسير العجيب الذي يجمد موقف العمر فاروق المحترم الكف رغما عن أمف الجمعية العمومية التي اخترته نائبا لرئيس النادي هل تطبق اللائحة حسب فهمها إذن لماذا لم تفصح عن ذلك عند وضع استمارة التصويت لماذا طعمت في حكم وليد الفيل ربما كانت تعتقد هو يتحدث عن الجهة الإدارية ربما كانت تعتقد أن ذلك قد يسفر عن شيء يدخل الأهلي في الدوامة لا تتحرشوا بالأهلي فهو أحد مصادر القوى الناعمة لمصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر